هذا النقاش مهم جدا كل واحد يسمعنا العلوم الكونية فيها أبعاد والنقاشات فيها مش سهلة فأنتم ممكن تستلمون أسئلة لأنه المقابل هو ما عارف شن القصة فإحنا جانا نتناقش بأمر فطالبة تقول أنه يعني هي تستلم تستلم أسئلة يقولون اثبتوا لنا دليل وجود الكائنات الكونية فأنا قلت لك أنك أنت تجيبيهم هناك دلائل والدلائل واضحة والدلائل عميقة والدلائل جدا 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 بريبة من العين اسمعوني من العين والأذن بالعالم المادي هناك الفكر الفلسفي هذا فيه عمق وهناك الفكر التوثيقي الوثائق وهناك الفكر التناقشي أو التحليلي فإحنا سنبدأ من الفكر الفلسفي شوفي تث نقاط الفكر الفلسفي تقولين لهم هكذا أريدك تقولين لهم كيف وصل الإنسان إلى الأرض من هاي النقطة هذا الفكر الفلسفي فيه إثبات وجود الكائنات الكونية وبالدليل رح نناقش بالدليل الكائنات الكونية تتصل معنا باستمرار زين والاتصالات بزيادة فكيف وصل الإنسان إلى الأرض هذا الإنسان شون صار وين هذا الإنسان شوفي منها تقولين لهم أعطوني جواب أريد أسمع منكم إش قد ما يحاولون انتبهي إش قد ما يحاولون يجيبوها من الدين يجيبوها من داروين ما يقدرون ما يقدرون الإنسان يجب أن يكون يجب أن يكون آتي من خلائط خلائط جينية لكائنات كونية يجب أن يكون هكذا لأن الفكر منين هذا الفكر شوفي الفكر العواطف ها الفكر العواطف انتبهي الفكر العواطف تاريخ الإنسان حياة الإنسان الغرائز المشاعر هذه إجمعيها كلها تجدين تجدين كائنات كونية تعيش أيضا هذه الغرائز والمشاعر والعواطف الآن يقولون راح ممكن يتحدي يعني تحدي ممكن يعارض شخص يقول لك طيب اثبت لي أن هذا الإنسان ها مصنوع من كائنات كونية الإثبات واضح الإثبات جدا واضح جدا واضح وين الإثبات شاهدوا الأسد وشاهدوا الجمل وشاهدوا الفيل وشاهدوا الإنسان وشوفوا التشابهية جدا واضح فهاي المجموعة الأسد الفيل الجمال ها كلها مع الإنسان هاي الكائنات فيها فيها تشاركية الجسم نعم اليد يبحثون عن الطعام فكأنه كأنه احنا آتين من كائنات أخرى شوفوا لأن انت شون تقدر تفسر التشابهية ما هو هسأ العيون الاثنين الأسد عيون الاثنين الإنسان عيون الاثنين الجمل وأمشي فيها والأرجل وكذا بس هسأني أمشي معاك لأن هذا النقاش فيه عمق يعني احنا متوقفنا لا أنا أريد أمشي معاك بالفكر الفلسفي في إثبات وجود الكائنات الكونية بليون بالبليون جسما وروحا وفكرا وبدأنا بالنقاش الفلسفي إنه الإنسان آتي منها والآن يأتي شخصي عارضنا يقول اعطونا برهان رح نعطيكم براهين مو برهان هو برهان واحد لا براهين اعطونا برهان إن الإنسان آتي من الكائنات الكونية البرهان الثاني هسأ جينا بالتشابهية ما الفيل والأسد ها البيولوجية متشابهة ثانيا نرجع للتأريخ وشوفوا السومريين وشوفوا صور الأهرامات ها وتعامل الإنسان بهاي الصور تعامل الإنسان مع كائنات كونية جدا واضح هناك تلقيحات يعطون إلى الإنسان الحكمة تلقيحات نعم التلقيحات الجينية بالأهرامات موجودة باب الموجودة واضحة بسومر موجودة كلها موجودة هادي هاي اثنيا هذا هذا البرهان الثاني البرهان الثالث يا سلام لو تذهبون إلى أمريكا اللاتينية وتشاهدون التماثيل تماثيل الكائنات الكونية كائن كوني والتماثيل معروفة وموجودة وثاقيات وضخام جدا ها وأشكالهم يشبهون البشر يشبهون البشر زين الكهوف الكهوف أقول لكم مسألة هاي الكهوف ها الدخلون فيها موجودة في فرنسا وموجودة حتى بالمغرب موجودة زين ووجود كائنات كونية ومركبات كونية وكأنها تلتقي مع الإنسان موجودة فهناك الفكر الفلسفي أنه هناك علاقة قد تم إخفاؤها أننا نحن آتين من كائنات كونية هذا الفكر الفلسفي في جواب كيف وصل الإنسان إلى الأرض الإنسان ما وصل إلى الأرض من الدين ما تمشي أبدا ما تمشي ما تمشي الإنسان لم يأتي فجأة إلى الأرض ما تمشي مو هو لازم جاي من مو ويا يا أنتو لازم الإنسان آتي ها من سلالة شوفوا شوفوا انتبهوا مو هذا شون صار بالأرض لازم آتي من سلالة فإذا السلالات البشرية أرجعوا 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 لازم نرجع بير ايه أرجع قبل ألف سنة وقبل ألفين سنة وقبل عشر تالاف سنة وقبل مئة ألف سنة وقبل راح توصلون إلى البرهان العظيم جدا أطلنطس ولوميريا وحضارات برمودا وتحت برمودا هي هاي العلاقة إثبات جدا واضح الآن المقابل هو يرفض أو ما يرفض هو حر بس إحنا جاينا نقول النقاش بالنقاش إنه هذا دليل واضح على أن وجود الإنسان بالأرض من تهجينات لكائنات كونية يجب أن يكون هكذا وهناك أيضا علماء وكتب كتبت يعني هذا دليل آخر بس الناس مقاري هاي جزء علماء غربين كثيرون وإحنا حتى أعطينا المصادر يعني فهذا يعني نقول النقاش شنو الفلسفي زين النقاش التوثيقي بالوثاق أولا المركبات الكونية هاي المركبات الكونية احنا مناقشنا مهمة ما دارسيني جزء قناتنا مو درسنا انتو مو درستوا خلال المئة سنة والمئتين سنة الكم الهائل من المركبات الكونية والاتصالات الكونية بسماء الأرض يا شباب كل واحد يسمعني مئتين سنة هذه السماء مليانة مركبات كونية ومليانة بأحداث نزول كائنات كونية والإنسان يشاهدهم بالعين بس اللي يسأل هو مدارس فهو يعترض انت تعترض لأن انت مدارس بأمريكا تهبط كائنات كونية والناس يروها بالعين 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 هاي موجودة أصلا ما عدا اذا نتكلم الآن قصة جورجا دمسكي وهوارد منجر بالعين شوفوا شوفوا انتبهوا انتبهوا بالعين بس هل هما دارسين ها هوارد منجر قصة هوارد منجر وقصة جورجا دمسكي والوثائقيات اللي وضحناها خلال ميتين سنة ها من ظهورات المركبات الكونية بقناتنا قناة المتميزون يصنعون الحياة فهي بالوثائق هاي ما عدا اذا ريد نتعمق بالوثائق السومريين والأونناكي ها والإسوديين وكيف بنوا مصر إذا فهذا بالنقاش التوثيقي بالوثائق وهاي أمام العين هس هاي أمام العين تمام الآن النقطة الثالثة بهذا الجواب النقاش التحليلي أوكي يعني أعطينا الفلسفي أنه الإنسان كيف وصل إلى الأرض التوثيقي خلال ميتين سنة واتصالات كائنات كونية والناس بالعين بالعين شوفوا كلمة بالعين توثيقي بالوثائق هزين هس رح نيجي على التحليلي زين في إثبات أنه دليل الكائنات الكونية موجودة تمام بالتحليل يعني أعرف المناقشات المناقشات المنطقية التحليلي يسموه بالإثبات بالتحليل تناقشيهم كالتالي بالتحليلي تقولين لهم تعال أنت تطلب من عندي إثبات بوجود الكائنات الكونية شوفوا بالتحليل تقولين له إذا أأتيك بألف دليل أنت ما حتقتنع انتبهي 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 ما حتقتنع ليش؟ لأن أنت وعيك يرفض أنت شنون راح تعرف أنت شنون راح تعترف ما هو أنت من راح نجيبهم أمامك أنت حتقول هؤلاء شياطين انتبهي انتبهي أو المقابل يخاف شوفي شوفي هو يريد الدليل لكن هو عندما نعطيه الدليل هو يهرب ممكن ما يقدر أو يرفض أو يشيطنهم بكل بساطة راح يجيبك يقول لك هؤلاء مش كائنات كونية هؤلاء شياطين بكل بساطة فأنت من من أي نقطة حت حت تثبتين له إذا هو رافض هو ما جاء يشوف شوفي يعني أعطيكي المثال كيف هو كيف هذا الإنسان إذا تأتين تأتين له تجلبين له أنتي والإندروميدان يعني أنت من الإندروميدان أنتي من الإندروميدان وتقولين له أنا راح ألتقيك بجبل انتبه انتبه أنا راح ألتقيك بجبل لهذا الشخص اللي يريد اثباته وفي هذا الجبل راح تنزل مركبة كونية ويهبط كائن كوني اسمه الاندروميدان تعال احنا مو سويناها احنا عملناها بسنجار هس هذا اخونا التحقوا اينا بسنجار تعال انت معنا احنا مو طبقنا جلسة هذا التحليلي في اثبات الكائنات الكونية موجودة هذا المنطق التحليلي انت مو بسنجار والجلسة ها يعني جلسة عظيمة كانت وموسيقة وانت كنت في جبل سنجار واتصلنا بكائنات كونية وظهرت المركبة وصورناها ام ما صورناها انت معنا بالله مو صحيح صحيح بالرابط تمام انت مو رحت للجبل وهي جلسة مسجلة وجلسة اشتهرت بالمناسبة صحيح آه شوف 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 انتبه انتبه فهذا احنا عملناه هذا يثبت اكثر ما هو هذا الطالب والطالب اللي معنا هو دارس العلوم الكونية ومتمكن فيها راح الجبل سنجار وعملنا جلسة موجودة الجلسة جلسة عظيمة بكل ما فيها من معاني ومركبة كونية قريبة جدا أتت فهنا الذي يريد الإثبات إحنا عرضنا الإثبات بس هو ما حيقتنع ليش؟ لأن هو وعيه ما جاي يشوف ما جاي يقدر أن يرى هاي الكونيات فإذا تقولين له تعال بالجبل التقيك نعم هكذا تقولين التقيك بالجبل ومركبة كونية وتهبط كائنات ندروميدل يصل إلى الجبل يصل إلى الجبل ويرى مركبات كونية وتنزل ندروميدل يحتار ما يعرف هل ترى؟ لكن أنت أثبتي له كما نحن أثبتنا له وكان جلسة عظيمة بتاع سنجر حقيقة بكل المعاني هاي ما يعني أصلا هاي خالدة هاي ما موجودة بكل الإنترنت أطلاقا طالب يذهب إلى الجبل ونعمل له جلسة وتأتي مركبة وصورناها أعتقد صورناها بالله أنت معانا أعتقد أعتقد صورناها بالحلقة صورناها وبعد أن خلصت بالجلسة ما كنت بوحدي كان معاي الشخص هم ذهرت فوقنا من خلص الجلسة يعني اهه رابط جدا علينا اه وكانت واضحة جدا استاذ ايه فهذا بالنقاش المنطقي في إثبات فإحنا هسا ثلاث نقاط الفلسفي ها والتوثيقي بالوثائق وهذا المنطقي ثلاثة هكذا يعني أوكي كان عظيم باركم شباب